المجلس الشعب البلدي لبلدية سيدي بالعباس المسادقة على الميزانية التكميلية وهذا لضبط أمور الجانب التسييري وكذلك الجانب التجهيزي وكذلك بعض مداولات التي تخص اللجان وإعداد برنامج والمسادقة عليه فيما يخص الاحتفالة بالذكرى الخمسين لعيد الاستقلال ومناقشة كذلك إعانات المالية الخاصة بالجمعيات الشبانية والرياضية والثقافية بالإضافة إلى ذلك سيتم نسادقة على بعض المشاريع التي هي على قيد الإنجاز والتنفيذ وبالمناسبة كذلك أطلب من جميع سكان مدينة سيدي بالعباس وخاصة التي ستسمى عملية تسفيت الأحياء لتصل بالمصالح المعنية لربط بيوتهم أو متاجرهم بالمياه الصالحة للشرب أو الصرف الصحي أو الغاز حتى نتمكن في أقرب الوقت ممكن تسفيت هذه الأحياء والمتمثلة في وسط المدينة حي المقام، حي البدر، حي عدى بوجلال، حي ساقي الحمراء، حي سيد عمرو، حي سلام وإن شاء الله نكونوا عند حسن جميع مواطني سكان سيدي بالعباس ومبرك الله فيكم اختتمت هذه الدورة بالمسادقة على جميع النقاط المدرجة بجدول الأعمال المسطرة من قبل المجلس الشعبي البلدي